اهلا من السلام متابعيني كرام اهلا من السلام لكم اللي بيسمعني الاول مرة معكم الصفاء قناة تيوك اللي بيسمعني الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك ويفعلي قرس هبعرفون في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة اتابوا هنا على القناتين القناتين بنزل فيهم تعبير وانشعات ويعني وضعيات المجيوب وباقي محتوى القناة ادعمنا باشتراككم وتفعلكم للجرس للقناتين ولا تنسى اللايك وكمنت حلو للقناة يمكنكم نصل للقناة الثانية ممكن تكتبوا في البحث يوتيوب معرفة تظهر لكم او ممكن تكتبوا اه يعني تبحثوا في القناة الاولى هذه القناة عند الصفحة الرئيسية اسفل البديوهات عند بديوهات مؤيزة من تحت تجدوا القناة الثانية اه اليوم كتابة تقرير عن رحلة مدرسية انا اه رحلة الى الغابة رحلة مدرسية رحلة الى الغابة عندنا قبل كتابة التقرير عندنا عناصر يجب ان نلتزم بها ونحترمها عند كتابة التقرير عندنا العنوان المشاركون المهمة الزمان والمكان الاعمال المنجزة الشكر الاسم والتاريخ في النهاية كده من تحت الاسم والتاريخ تمضي وتكتب التاريخ اه دول العناصر يجب ان نلتزم بهم لانهم يعني اذا التزمت بهذه العناصر ستكون ان شاء الله التقرير اه يعني ناجح وجيد في البداية كده في نصف السطر تقرير نكتب العنوان في نصف السطر نكتب العنوان تقرير عن رحلة الى الغابة اه سطر الاخر قمت مع ادارة المدرسة هتكلم عن المشاركون قمت مع ادارة المدرسة واصدقائي يبقى الادارة والاصدقائي يعني المعلمين اه ادارة المدرسة بين المعلمين والناظر او المدير والاصدقاء دولا المشاركون قمت مع ادارة المدرسة واصدقائي برحلة الى الغابة يبقى المكان المكان في صباح يوم السبت الموافق واحد اتناشر الفان واحد وعشرين ميلادية الزمان والمكان ذكرت هنا الزمان والمكان والمهمة هنا عندنا الرحلة الى الغابة نكمل هنا الاعمال المنجزة يعني ماذا شاهدت في الرحلة ماذا الاماكن اللي رحت زورتها في البداية حضرنا في الصباح الباكر الى ساحة المدرسة وكل منا معه حقيبة صغيرة تحتوي على اطعمه من مأكلات ومشروبات وبعد لحظات حضر الاوتوبيس او ممكن نقول حضر الباس او السيارة الاوتوبيس الذي سينقلنا في رحلتنا في هدوء وقصدنا في هدوء وترتيب او وصعدنا في هدوء وترتيب في عينينا وصعدنا وصعدنا في هدوء وترتيب وجلس كل منا في مكانه فارحين متجهين الى الغابة متجهين الى الغابة وعندما وصلنا كده انا بذكر يعني ماذا فعلت في الغابة ماذا شاهدنا ماذا استمتعنا بايه وعندما وصلنا قمنا بانزال اه امتعتنا وجلسنا تحت الاشجار الخضراء واستمتعنا كثيرا واستمتعنا كثيرا نكمل بالمناظر الخلابة ومشاهدة الاظهار الملونة وعندما حان وقت الغداء تناولنا بعض الاطعمة وبعد ذلك نظفنا المكان وقمنا ببعض الانشطة الرياضية والتقاط بعض الصور كدة في الاخر وفي النهاية الرحلة شكرنا المعلمين الذين رافقونا في هذه الرحلة المفيدة والممتعة اضع النقطة كدة ذكرت الاعمال المنجزة والشكر ذكرت في النهاية الشكر في نهاية الرحلة شكرنا المعلمين الذين رافقونا في هذه الرحلة المفيدة الممتعة. يبقى الاسم والتاريخ ان انت تنضي وتكتب التاريخ. هذا من ناحية من ناحية الشمال. حط التوقيع واليوم والتاريخ. توقيع تكتب اسمك. انا كابت محمد علي. واليوم والتاريخ. ممكن تكتب هنا البلد. البلد اللي انت فيها. اه. هنا ممكن برضو تلخيص. تلخيص اذا وجدتوا هذه. اه. وجدتوا هذه اه او هذا التقرير طويل الى حد ما. ممكن انا لخصتو. اذا اردتم تلخيص. بعد اللحظات كده هندخل على القصير تقرير القصير. انا لخصتو الى حد ما لخصتو. اه قمت مع ادارة المدرسة. في الاول حنتب العنوان في نصف السطر تقريرا رحلة الى الغابة. قمت مع ادارة المدرسة واصدقائي برحلة الى الغابة يوم السبت الموافق واحد اتناشر الفان واحد وشرين ميلادية. في البداية حضرنا في الصباح الباكر الى ساحة المدرسة. وبعد لحظات حضر الاتوبيس او حضر يعني الباص الذي سينقلنا الى الغابة. وعندما وصلنا قمنا بانزال اه امتعتنا. ووجلسنا تحت الاشجار الخضراء واستمتعنا بالمناظر الخلابة. ثم تناولنا بعض الاطعمة والمشروبات. ونظفنا المكان. وقمنا ببعض الانشطة والتقاط بعض الصور. وفي النهاية شكرنا المعلمين. عفوا. وفي النهاية شكرنا. وفي النهاية شكرنا المعلمين الذين رافقونا في الرحلة. يبقى الاسم تكتب اسمك والتاريخ. اسمك واليوم والتاريخ. تمام. وممكن نكتب هنا المكان اللي فيه الغابة. اذا اردتم يعني تقرير اقل من ذلك او اقصر من ذلك. انتم ممكن ترخصوا في الاعمال المنجزة. ترخصوا في الجزء ده. يعني في البداية حضرنا في الصباح الباكر. وثم انتظرنا الوتوبيس. وعندما وصلنا قمنا بينزال امتاعتنا وجلسنا تحت الاشجار واستمتعنا بالمناظر الجميلة. وتناولنا الاطعمة والمشروبات. واقمنا بعض الانشطة. وفي النهاية شكرنا المعلمين الذي رافقونا في الرحلة. رب الفيديو يعجبكم. اشكركم على حسن الاستماع. واترككم في عيد الله. كانت معكم من صفاة قناة تيوك. لا تنسوا الاشتراك في القناتين. يدعمونا باشتراككم وتفعلكم للجرس للقناتين. اه ولا تبخلوا علينا ازا استبتتم من الفيديو اه باللايك وكومنت حلو للقناة. ازبت وجودك بكمنت حلو للقناة. اراكم في الفيديو هات القادمة ان شاء الله. واترككم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.